الأهلي طبعا عنده تدريبات بيستعد المباراة النهائية بعد بكرة إن شاء الله قدام مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر كمان بيواصل تدريباته مباراة حتكون قوية جدا البعض اللي ممكن يقولك نسب الأهلي انه يفوز وبتاع مباراة البطولة دي أو الكاس أو ايا كان مباراة خروج المغلوب ما فيهاش اي توقعات ما تبصش خالص الأهلي بيعاني من إجهاد يعاني من إجهاد التوفيق كان حليفه قوي 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 بعد مجود كبير من إمام عشور في الهدف اللي جابه أو طبعا التوفيق كان حليف النادي الأهلي والتوفيق كافئ إمام عشور بصراحة في ماتش السيراميكا فبالتالي الماتش قوي جدا بين فرقتين كبار أهلي ومودرن فيوتشر ما تقدرش تتوقع مين لحكس الاستعدادات مستمرة زي ما حركم شايفين قدي النادي الأهلي واستعداداته وبكرة هيواصل هذه الاستعدادات عشان يشارك في مباراة بعد غد والأمور ماشي في الاتجاه الطبيعي والجايد بالنسبة للفريق وفي دوافع جماعة كبيرة قوي عند اللعبة لأنها هتكون للأمانة الشديدة يعني صعبة قوي على جمهور النادي الأهلي أنه يخسر البطولة التالتة لمع بداية هذا الموسم أو منذ بداية هذا الموسم هتقول لي لا هم أربع بطولات لو هتحسب كاس عالم أندية لو خسر الأهلي مثلا سوبر هقول لك يا سيدي ماشي كاس عالم أندية طبيعي طبيعي نسب فوز الأهلي بضعيفة نظرا أن في فريق من أوروبا حتى الأهلي موصلش مبارا النهائي فإركلا كاس عالم أندية على جنب هتكون تتكلم على سوبر آفريقي الأهلي كان مرشح بقوة وتتحدث على الدور الأفريقي الممتاز الأهلي كان مرشح بقوة وتتحدث على السوبر المصري الأهلي طبعا مرشح بقوة لو خسر الأهلي ماتش السوبر هتبقى صعبة على الجمهور هتبقى صعبة وهذا طبيعي ومنطقي فبالتالي هنا الدوافع الإضافية لأن كدة كدة دوافع موجودة بالنسبة للعبين إذا وفع الإضافية بالنسبة للفرقة إنه لا ما يتفعش تخسر ثلاث بطولات ورابعة حط بقى على كده إنه في دوافع كبيرة قوي قوي عند فرقة modern future ما تنساش modern future فرقة عندها مقاومات مميزة جدا على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجهاز الفني المدير الفني البرتغالي بتاعهم الجزيوم الرينيو كلمه في مؤتمر صحفي وتعاقب على كده النهاردة بمناسبة العقوبات يعني بـ 20 ألف جنيه أعتقد فمدرب زاكي قوي قوي فالدوافع عند الفرقتين جامدة أتوقع إنه إحنا هنشوف مطش كبير وحنشوف مطش ممتع وده إحنا بنتمنى أياً جميل اللي هيكسب اللي بنتمنى إنه إحنا نشوف مطش يعني إيه يشرف الكورة المصرية خصوصاً بطولة تتلعف الإمارات سمعت الكورة المصرية جاهدة هقولك كلمة اللي أنا قلتها في عز ما الزمالك اعتذر على المشاركة في السوبر واللي قلتها مبارح واللي قلتها الأسبوع اللي فات خصارة 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 إن بطولة السوبر تتلعف من غير نادي الزمالك خصارة كبيرة على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الفني بالطبع أنت بتتكلم حتى بالزمالك مش في أفضل حالاته لكن ده نادي الزمالك الاسم الواحده الكفاية كفاية ده حط بها الاسم ومعك جمهور ما تجي تتكلم كده على مطشاط الأهل والزمالك في السوبر هناك في الإمارات على مدار السنوات الماضية مطشاط تقيلة قوي وأجواء تحفة ومصيرة فلازم يبقى فيه مرعاة من قبل المنظمين للجانب الجماهيري لنجاح البطولة البطولة من زمان جديد أنا شايف النظام كويس جدا الشركة الرعية بصراحة عمليون مجهود عالي قوي بس فيها اعتبارات مهمة جدا لازم تعمل حسابها بس هم تحطوا في مأزق غزبا عنهم كاتحاد أو كشركة الرعية غزبا عنهم للأمانة يعني نادي زمانك اعتذر عن مشاركة في سوبر الماضية السنة الفاتت فهيعملوا ايه ما هيهاش مخرق اقولك علجوها من نفسهم نادي زمانكي بقى موجود زي ما كلنا في سنة نادي زمانكي بقى موجود عشان نفس سبقى قوي أهلي وزمالك وبيرامنز كمال او كان اي واحد فيهم قبل ببيرامنز كنت حتشوف مطش جماهيري جامد قوي لكن ده اللي حصل يعني فان شاء الله جمهور الأهلي يحضر بكثافة السنة الفاتتة من همش جمهور لكن احنا حابين نشوفهم درجات ممتلئة فجمهور هتكامع جمهور أهلي طبعا هتلاقي جمهور ما شاء الله لك وقت الا بالله ده كده بيحضر الماضش بطولة فالماضش هيكون حلو بإذن الله تعالى فدي الأمور تتعلق بالنادي الأهلي واستعداداته وكمان مودر فيوتشر زعلوك النهاردة شارك في تدرباتنا النادي الأهلي بعد هتعافيه من نزلة بيرت خلي بالك ممكن جدا جدا تلاقي مودست بياخد دعاية أكبر أو أكتر خلال المباراة النهائية مش شرط يبتدي لأن الكهرباء جاهز والمنطقة إن الكهرباء هو اللي يبتدي فمش شرط مودست يبتدي بس ممكن يشارك بشكل مبكر الماضش اللي فات اللاعب في دياق 75 عم تذكر ممكن ينزل بدري شوي حسب بقى مجردات المباراة وحسب رؤية كلر كلر كده كده تغيراته بيأخرها شوي فخلينا ننتظر ونشوف بالمناسبة مودر فيوتشر بيحفز لعبيب بخلاف الدوافع الموجودة بخصوص البطولة لكن ده شغل إداري مميز أو مكافأات إضافية في حالة الفوز على النادي الأهلي وفوز باللقى ففي مكافأات كبيرة جدا جدا بالنسبة لفريق مودر فيوتشر من كبر الإدارة وده أمر طبيعي وبديهي جدا فده برضه أمر بيحصل دلوقت وده الاتجاه اللي موجود داخل مودر فيوتشر